دشنا محافظ سقطر رأفة الثقل ومعه أمين عام منظمة العون الإنساني والتنمية دكتور عبد الحليم ضيف الله توزيع الدورة الأولى للعام الحالي من المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي للأسر المستهدفة في المحافظات أو في المحافظة وأشد المحافظ الثقلي بما يقدمه برنامج الأغذية العالمي من مساعدات إنسانية تساهم في تخفيف الأعباء عن المستفيد من الأسر الأشد ضعفا معبرا عن تقديره لدور منظمة العون الإنساني والتنمية المنفذة للمشروع في سقطر ودعا الثقل الجهات الممولة إلى توسيع الاستهداف واستيعاب أسر إضافية بحاجة إلى تدخل من الجهات المانحة وقال أمين عام منظمة هاد المكتب الرئيس عبد الحليم ضيف الله بأن إدارة هاد تنتهز الفرصة للتعبير عن امتنانها للشركاء في برنامج الأغذية العالمي وكذلك السلطات المحلية ممثلة بمحافظة المحافظة المهندسة أفت ثقلي على حضور التدشين وأشار ضيف الله إلى أن الزيارة التي تأتي لتقييم عمل المنظمة في المحافظة والوقوف على الإجراءات القياسية المتبعة في جميع الأنشطة ومن ثم كيفية اتباع آليات لتطوير وتحسين عمل المنظمة